شهد الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم المباراة النهائية بفئة الفردي في ختم بطولة وزارة الداخلية وذلك بحضور سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة وسعادة السيدة روان بن تنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن مباراك الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس بالإضافة إلى عدد من الجماهير المحبة لرياضة التنس وبهذه المناسبة شهد مع علي وزير الداخلية بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية بكافة مجالاتها الأمر الذي وضعها على منصات التتويج الدولية وتاح للرياضيين البحرينيين تحقيق مستويات رفيعة في مختلف المنافسات الرياضية على مستوى العالم مثمن أن مع لي اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأن يكون للرياضة البحرينية مكانتها اللائقة من خلال توفير البيئة المناسبة وكافة مقاومات النجاح مؤكدا أن تبني اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للعديد من المبادرات في المجالين الشبابي والرياضي شكل قفزة نوعية للمنظومة الرياضية وأثنى معالي الوزير على المستوى الفني المتميز للفرق واللعبين المشاركين في بطولة وزارة الداخلية تشالنجرز للتنز منويا إلى أن الروح الرياضية والتنافس الشريف لنخبة اللعبين محل تقدير معربا عن شكره للاتحاد البحريني للتنس على تعاونه الفعال وللاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي الضباط على الجهود المتكاملة التي قام بها وساهمت في إنجاح البطولة والتي شارك فيها وللمرة الأولى مصنفون عالميون ضمن قائمة المئة مصنف في الاتحاد الدولي للتنس مشيدا معالي بدور اللجنة المنظمة ودورها في تجهيز الملاعب وفق الاشتراطات التي تتطلبها البطولات العالمية الكبرى وقد شهد معالي وزير الداخلية والحضور المباراة النهائية في مسابقة الفرد التي حسمها لصالحي اللعب الإسرائيلي تاناسي كوكيناكيس ضد منافسه الاردني عبدالله شلبايا بنتيجة 1-6 و4-6 فيما كان الثنائي الفلندي باتريك نيكولاس سالمينين والهولندي بارت ستيفنز قد فاز باللقب في فئة الزوجي وقد تفضل معالي وزير الداخلية ورئيس الاتحاد البحريني للتنس بتتويج الفائزين بالكووسي والهدايا التذكارية طبعا من أهم أسباب نجاح هذه البطولة أول شيء دعم سيدي معالي وزير الداخلية وتوجيهات المستمرة وتواجد لرعاية هذه البطولة هذا يعتبر أكبر دعم لنا إحنا وأكبر نجاح لهذه البطولة أيضا من أسباب نجاح هذه البطولة اللاعبين متواجدين عندنا أكثر من لاعب المستوى مالي أقل من 100 عندنا لاعب الاسترالي 79 على مستوى العالم و 1.4 على مستوى العالم و 1.91 على مستوى العالم وأيضا السنة تفاجأنا باللاعب عبدالله شلباية اللاعب الأردني بطال عرب مؤخرا واللي وصل اليوم على الفاينال مع اللاعب الاسترالي السواعد البحرينية والأخوان وجميع اللجان اللي كانت عاملة في البطولة يعني كان لها الأثر في نجاح مثل هذه البطولة ولله الحمد وهذا يعني يثبت أن الشباب البحريني قادر على تنظيم مثل هذه البطولات أحد أولتها قدم أحسن ما عندي في النهائي بس ترى أنه كان أحسن لعب أداء أفضل وستحق أن يفوز بس هذا ما بيغير أي شيء من الأسبوع اللي عملته مبسوط بالأداء اللي قدمته خلال الأسبوع بحرين بلد أكيد لو بيدي أرجع لعب بطولة هون برجع إن شاء الله أقدر ألعب ATP وأكمل في ATP بس إذا طريت ألعب أي تشانجر هذا المكان لازم بفضل أكون فيه الجمهور والمساعدة والتضافة اللي حصلت عليها هذا الأسبوع عن جد خلتني أقدم أحسن مسوا وأنا عن جد بشكر لكل شيء ترجمة نانسي قنقر